بيدق في المنا في بيت مهجور وبيكون فيه هيلة نقلت فيه جديد وكلهم نايمين ساعتها بيظهر جن على شكل واحدة ستة وبيبتسم وبين النوع على شر تاني يوم بقى بتصحى الأم اللي اسمها ريني فبتوقت تتفرج على ألبوم صور الفرح بتاعها فبييجي ابنها دالتون عشان يعوب معاها وبيعرف انه معرفش ينام كويس ومش مرتاح أبدا في قطه فبتقول له انت أكيد مرتحتش عشان لسه متعودتش ع بيت الجديد وبعدها بتدخل مبخ عشان تجاهز الفطر وبتتكلم في التليفون فبييجي جزء جوش عشان يعرف انه رايح الشغل وبيودعها وبيمشي بعد شوية بقى بتسمع ريني الصوت جاي من سطح البيت فبتروح عشان تشوف فيه ايه هناك وبتلاقي ان فيه غرفة مهجورة في السطح فبتخرج من القوضة وبتعب مع ولادها في الصالة بالليل بقى بيجي جوش من الشغل وبيكون ابنه دالتون قاعد على السلم لوحده وفجأة بيلايه باب الغرفة المهجور بيتفتح لوحده فبيدخل يتفرج عليها وبيطلع السلم عشان يشغل النور بس السلم للأسف بيتكسر بيه وبيوقع على الأرض فبيشوف حاجة بتتحرك جنبه وبيفضل يصرخ بصوت عالي فبتسمعوا ريني هي وجوش وبيروحوله بسرعة وبيلقوه ان واقع على الأرض فبيرجعوه قطه عشان ينام وبيحذروه ما يدخلش الغرفة دي تاني في الصبح بقى بيروح جوش عشان يصحيه لكنه بيلقيه ما بيردش عليه وما بيتحركش تماما فبينقله بسرعة للمستشفى وبيقوله الدكتور ان ابنه دالتون دخل في غيبوبة والغريب انه عمله أشعة وما لقاش عنده أي مرض وبيعرفه انه أول مرة يشوف حاجة زي دي في تاريخه بعد ثلاث شهور بقى بيكون دالتون لسه في غيبوبة وبيضطر أهله يرجعوا للبيت فبيجبوله المرض عشان تهتم بيه وتركب له المحليل فبتحزن ريني جدا وبتروح تعزف على البيانو وفجأة بتسمع الصوت مرهب خارج من السماعات بتاع بنتها الصغيرة وبيفضل يزعها فبتجري بسرعة على غرفة بنتها وبتلاقيها بتعيد ومش بتعرف سبب الصوت المرعب دوت فبتروح وقتها عشان تنايم ابنها فوستر وبتتفاجئ انه بيقولها انه عاوز ينام بعيد عن دالتون لانه بيمشي بالليل وونايم فبتستغرب ريني لان دالتون في غيبوبة بقاله 3 شهور وما فقش منها وبتفتكر ان فوستر ابنها بيتخيل بالليل بقى بتتكلم مع جزع جوش وبتحكيله موضوع الصوت المرعب وفجأة بيسمع صوت خبط جامد جدا جاي من باب البيت فبيروح جوش عشان يشوف في ايه لكنه ما بيلاقيش حد وبيشغل جهاز الانذار ساعتها بقى بتسمع ريني سوب بنتها وبتروح تطمن عليها بس فجأة بتلاقي جين الشكل مرعب جدا وقف قدامها فبتترعب جدا وبتنادي على جوش اللي بيروح يشوف في ايه لكنه ما بيلاقيش حاجة وبيكون الجن اختفى بعد شوية بقى بيسمعوا صوت جهاز الانذار فبيفهموا ان في حد دخل البيت فبيروح جوش وقتها عشان يبص على الباب وبيلاقي ان تفتح لوحده وما فيش اي حد دخل البيت في الصبح بقى بتتكلم ريني مع موردة وبتلاقي ان فيه على سرير دالتون اثار ايد عليها دم فبتبدأ تقلق وبتشوك ان البيت دوا بمسكون وفيه جن شرير وبتتصل على جوش عشان ييجيلها فورا وفعلا بيروح لها جوش وبتقوله ان عاوزة تنقل من البيت المسكون دوا لكنه بيرفب بحاجة انه ممكن يكونوا بيتخيالهم مش اكتر وبالليل بقى بتحلم ريني بكابوس وبتصحى مفزوعة وفجأة بتلاقي ان فيه شخص بيتمشق قدام قضيتها وبيهجم عليها فبتفضل تصرخ بصوت عالي وبيجري جوش عشان يطمن عليها لكنه ما بيلاقيش حاجة ساعتها بتنهر نايم العياط وبتترجاع انهم يمشوا من البيت دوا وفعلا بيوافق وبينقلوا البيت جديد واناك بتساعدهم ماله جوش وبيرتبوا البيت وما بتخرج ريني عشان ترمي الزبالة بتشوف ان فيه ولد غريب بيرقص في الصالة وبعدها بيختفي فبتدخل لقوضة ولادها عشان تطمن عليهم وفجأة بتلعين الالعاب عمالها بتتحرك لوحدها وبيخرج الولد من الدولاب وبيجري وبيضحك ضحكة مخيفة جدا فبتفهم ان ده اكيد جن وبتنهر من العياط وبعد شوية بتجيب القصة للبيت وبتحكيله على كل اللي حصل فبييجي جوش وبتحكيله ريني على كل حاجة بس كالعادة ما بيكونش مسدق ان فيه حاجة اسمها جن بس والدته بتقوله ان ريني اكيد عندها حق وبتحكيله انها حلمت قبل كده انها دخلت بيتهم وانها شافت جن موجود في قضة ابنهم دالتون وانما سألته انت عايز ايه شاور على دالتون وقال لها انه عاوز ياخد روحه وبعد ما بتخلص كلامها بتشوف الجن ورى جوش وبيختفي تاني ساعتها بيسمعوا الصوت خبط في غرفة دالتون فبيروحوا للغرفة بسرعة وبيتفاجئوا انها متبهدلها تماما وانه دالتون للأسف بيكون واقع على الأرض فبيتأكدوا انه لسه عايش وفي مرحلة الغيبوبة فبتقولهم والدة جوش انها تتصل بواحدة ستة تعرفها اسمها إليس ودي اكيد هتقدر تساعدهم انهم يترضوا الجن وبعد شوية بيجي المساعدين بتاعها اللي اسمهم سبيكس و تاكر وبيبدأوا يصوروا كل الغرف اللي في البيت بالأشعة البنفسجية عشان يشوفوا يعني لو فيه اي اثر للجن وفجأة بيشوف سبيكس جن قدامه على شكل بنات مرعبة فبيترهب وبيبعد عنهم بسرعة وساعتها بتوصل إليس للبيت وبتدخل لغرفة دالتون فبتشوف الجن وواقف على الحيطة وبتوصفه لتاكر عشان ترسمه وبيبان انها الوحيدة اللي شايفاه وبعد ما بتخلص بتوعب تاكر ارني وجوش ان البيت مش مسكون ولا حاجة ولكن الجن هو اللي بيطارد ابنهم دالتون وبتعرفهم كمان ان دالتون مش في غيبوبة لكنه موجود دلوقتي في عالم الجن والأرواح وده لان دالتون اتولد عنده موهبة انه بيقدر يعمل اسقاط نجمي والاسقاط دوت بيعمله من غير ما يحس وبيكون فاكرها مجرد أحلام وبتشرح لهم إليس ان الاسقاط النجمي دوت بيكون عبارة عن ان الشخص بتخرج روحه من جسمه وبيفضل يمشي في عالم الجن وبيقدر يشوف الجن والشياطين وجسمه بيكون في حالة غيبوبة في عالم البشر عشان كده دالتون تايف في عالم الجن ومش عارف يرجع لجسمه وان كل دقيقة بتعد دلوقتي مش في مصلحته لان الجن بيقرب من جسمه وعلى وشك انه يستحوذ عليه فبيتصدم جوش من كلامها وما بيكونش مصدقها وبيكون شايف ان ابنه تعبامش اكتر فبيتروضها اهية ومساعدين بتاعها بعد شوية بقى بيدخل غرفة دالتون وبيتكلم معاه وهو قلقان عليه وبيقوله لو كنت في عالم الجن اديني اي اشارة فبتقع واحدة من رسومات دالتون على الارض فبيفهم جوش ان اكيد دي الاشارة وبيتفاجئ ان دالتون رسم الجن اللي ايليس شافته وكمان رسم رسمة غريبة جدا فيها باب احمر فبيصدق كلام ايليس وبيكرر يخليها تساعده وفعلا بتيجي ايليس وبتعمل جلسة وده عشان تتكلم مع دالتون في عالم الجن فبتلبس قناعة على وشها عشان تخلي دالتون يستحوذ على جسمها ويبدأ بقى يعرفهم اللي بيحصل معاه فبينادي عليه تاكر المساهب بتاع ايليس وبيسأله هو انت فين بالزبط في عالم الجن فبيستحوذ دالتون على جسم ايليس وبيقوله انا في مكان غريب واني مش هادر الكلم اكتر من كده لان فيه جن مرعب واقف قدامه ولو سمعه هيئذيه وساعتها بيصرخ وبيقول ان الجن سمعه وفجأة بيستحوذ الجن دوت على جسم دالتون وبيوقعهم كلهم وبيفضل يدمر في المكان وللأسف بيكونوا عاوز يخلص عليهم فبتمسكوا ايليس وبتقول تعويزة عشان تخرجوا من جسم دالتون وفعلا بتنجح في ده وكل حاجة بترجع طبيعية مرة تانية بعدها بقى بتيجي والدة جوش وبتحكينه لما كان عنده 8 سنين كان عنده ميزة انه بيقدر يعمل الاسقاط النجمي عشان كده ابنه دالتون ويرثها منه بس المصيبة بقى ان لما كان صغير كان فيه جن على الشكل 6 عجوزة دايما بيتارده وبعدها بتوري والدته الصور عشان يصدق كلامها وبيتفاجئ ان الجن كان دايما وراه في الصور وكمان كان بيقرب منه عشان يستحوذ على جسمه بس وقتها ايليس ساعدته وبعتت الجن دوت عنه ومع مرور الوقت فقط جوش ذاكرته بخصوص الجن دوت فبتقول له ايليس ان هو الوحيد دلوقتي اللي هيقدر ينقذ ابنه دالتون والحل الوحيد انه يعمل اسقاط نجمي ويروح بنفسه لعلم الجن وهناك بقى هيدور على روح ابنه دالتون لحد ما يلاقيه ويرجعه الجسمه في اسرع وقت ممكن وبتنبه عليه ما يتكلمش او يلفت انتباه اي واحد من الجن لانهم لو عرفوا ان عامل اسقاط نجمي هيستحوذوا على جسمه وفعلا بيوافق جوش وبتبدأ ايليس تعمله تنوين مغناطيسي عشان يعمل اسقاط نجمي ويدخل لعلم الجن وفعلا بينجع جوش وبيعمل اسقاط نجمي وبتخرج روحه من جسمه ساعتها بقى بيفضل يتمشى لحد ما بيشوف ابنه دالتون وهو بيشاورله على بيتهم القديم فبيدخل جوش للبيت وبيلاقي ان فيه جن كتير قوي عايشين هناك وفجأة بيلاقي باب احمر شبه رسمة الباب الاحمر اللي دالتون رسمها وبيزوقه بعيد وبيدخل الباب الاحمر وهناك بيلاقي نفسه في مكان مرعب جدا وبيشوف دالتون واقعب بيعيط ومربوط بسلسلة فبيحاول انه يفك ابنه وبيتفاجئ ان الجن اللي حاوز يستحوز على الجسم دالتون قدامه فبيجم عليه وبيوقعه على الارض فبيقوم جوش وبياخد ابنه وبيهرب بسرعة عشان يرجعوا لجسمهم لكنهم للأسف بيلاقي نفسهم في مكان ضلمة وحواليهم جن وشياطين كتير وفجأة البيت بيتهزب رينيو اللي معاها وبيطلع ان الجن بدأوا يخرجوا لعالم البشر فبيستغل جوش الفرصة وبيطلع يجري هو وابنه وبيدخلوا للبيت وهناك بيتفرقوا عشان كل واحد فيهم يرجع لجسمه ويخرجوا من عالم الجن واما بيدور دالتون على جسمه بيتفاجئ ان الجن اللي بيتطردوا قدامه وبيجري وراه وساعتها بيلاقي جوش هو كمان الشيطان اللي على الشكل واحدة ساته واللي اصلا كان بيتطردوا منه هو صغير فبيقول له جوش انا مش خايف منك ومش هتقدر تعمل لحاجة فبيضحك الشيطان ضحكة مخيفة كأنه بيخطط لحاجة صاعتها بقى بتحاول رينيو انها تفوق جوش وبتفضل تشجعه عشان يخرج من عالم الجن ويرجع لجسمه وفعلا بيرجع جوش وبيفوق لجسمه اخيرا وكمان بيفوق دالتون وكمان فبيفرحوا كلهم عشان اخيرا اتخلصوا من الشياطين بعد شوية بقى بيتكلم جوش مع ايلس وبيشكرها جدا على مساعدتها ليه هو وعائلته بس ببصله ايلس وهي مصدومة وبتحس كده ان في حاجة غريبة بتحصل فبتاخد كاميرا وبتصور جوش وهي مرعوبة وفجأة بيجي معاليها وبيخنوها لحد ما تموت وبيخرج من مكان فبتيجي رينيو بتشوفها وبتتفزع من منظر لقد كمان بتترعب اكتر لما بتشوف الكاميرا والصدمة بقى ان الشيطان اللي على شكل ست استحوذ على جسم جوش وانه هو اللي خالص على ايلس عشان ينتقم منها لان هي اللي كشفته وبعدته عن جوشوا صغير وبيخلص الفين لو عجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة